السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشاق قناة الحولي السردي بن بسكين مرحبا بكم اليوم في أبرز ما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وحافظه ورعاه افتتح عاهل بلاد الخطاب دياله بشكر خاص وإشادات بالقوة المسلحة الملكية على تحريرها لمعبر القرقيرات من مرتزقة البوليزاريو أو الشوائب بوليزاريو كما أنه جاء على لسان الملك محمد السادس الاعتزاز بالاعتراف الأمريكي ومساندة أمريكا البلد العظيم للمبادرة الحكم الداتي وكذلك لمغربيات الصحراء فيما يخص البنتالي المغرب لا يتفاوض ولن يتفاوض حول مغربية الصحراء بل أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه بل يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي في إطار مبادرة الحكم الداتي كما قال جلالة الملك أن المغرب لن يقبل التعاون الاقتصادي يعني لا يقبل التعاون الاقتصادي مع أصحاب المواقف الغامضة بخصوص قضية الصحراء المغربية والذين يريدون مشاريع اقتصادية تستثني أراضي الصحراء المغربية وانتظر المغرب من هؤلاء مواقف أكثر جرأة يعني أن الملك قال أنه لن يقبل التعاون الاقتصادي مع دول التي يعتبروا أن الصحراء ليست في المغرب وأنه ينتظر منهم فقط المواقف الجرأة يعني أما الاعتراف أو غير الاعتراف لنعرف مدى تقدم وتطور علاقات الاقتصادية كما تمنى جلالة الملك محمد السادس للدول المجاورة الخمس الاستهار والاستقرار السياسي وكذلك الاستهار الاقتصادي وختم جلالة الملك خطابه الملكي بشكر جزيل لكل قوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة الملكية الدارة الملكية الأمن الوطني إدارة الجماريك إدارة جميع إدارة المغرب العظيم التي تقف على حفظ وسلام وأمن البلد ومن منظرنا هذا نتمنى الخير كل الخير لبلدنا ونتمنى المواطنين أن يعون بمدى أهمية المرحلة والتفاف حول العرش والتفاف حول الأسرة الملكية وكذلك دعم كل المبادرات المغربية ونتمنى السلم والاستقرار في المنطقة للجميع ليعمى السلم والسلام وتحية لكل عشاق قناة حول السرد بني مسكين وإلى اللقاء